عسل يا صباح وسكر يا صباح وهنا صباحكم عسل وسكر وهنا وردة بصوا انا ساحية بدر النهاردة الساعة تسعة ونصف عشرة كده قلت ايه بقى عندي مشكلة في ايه ان الفلوس بتاعتي خرصة فكان البنك حتتلي معرفش جزء كده في فيزا مشتريات انا مفهمش يعني الحاجات دي بصراحة ولا عارف يعني فيزا مشتريات ولا بشتري حاجات من المشتريات الحاجات دي اللي اولاين والحاجات دي لا لو بشتري حاجة هستنى الراجل لما بتاع القردر يجي بتفعلوا حقا فالمهم مش عافة ليه حاجزيني فلوس ما بتخرجش من الفيزا وكل مراحص حبا ما لاقيش فهروح بقى الوقات يديرهم فيصل ومشتريات بتاعتهم اخذ فلوسي عشان نصرف اعمال ما ما الابض يجي لان احنا خلاص شطبنا فهروح هشوف بقى ده ينفع ولا مش هينفع ولا هم ليه حاجزين فلوس ما عرفش فنشوف يعني نشوف كده نسمي بالله ونصلى عنا بالدبان بقى وليسا السبح يبصوا نشير لها نشرب مش عافة انتو شايفين ايه اصلا مش شايفين يعني بس مش مشكلة الشمس فوشي تعالي بقى ننوح كده وندعي ربنا يا فراجة يلا فينا بصو انا جيت وعندي اصدع بقى محدش يتخيله وما بيش حل غير ان انا اعمل فنجان قهوة عالسريع مش عافة مني اللي بيليفعلي اللفة دي والله اعمل فنجان قهوة كده عالسريع معاكم نضبط بالدماغ لان احنا صحيين بدلي طبعا كنا صحيين في الفرح والشمس بقى والحاجات دي طبعا فيش اي حالة احط معلقة سكر واحدة خس وده البن نضبط بالدماغ ايه الكنكة دي عايزة بن كتير هي دي كل مشكلتي حتى انا هحط البن كله ليس عادش يدوب معلقة بصوا يدوب وحطوط فيها معلقة اعمل ما بعيد افقف برطمان تاني اعمل البرطمانات فيه يا حبيب بس اجب مياه كده اجب مياه كده اجب مياه اشربة بس با لا على بيت نديني بيت نديني بسم الله ايه? اشرف كده خنجاني القهوة هنا. وبعدين نشوف انا هعمل ايه? افوق كده بس افوق. بعدين ايه? نشوف الروتين بتاعنا هيمشي ازاي? ولكن حصل حاجة ومن بداية خالص يا صباح العسل يا صباح السكر يا صباح الهنة يا صباح الرضا يا صباح كل حاجة حلوة. صباحكم هنا ورضا استنوا ما شغلوكم النور كده يعني ايه? نباني ان احنا صرفين ومكلفين. صباحكم عسل بصوا بقى. ايه اللي عندكم قبل فنجان القهوة ايه ده ننساه. نبدأ اكون تاني. صباحكم عسل. انا خلاص بقى الوقت قمت كده بقى تنشطت وقلت ما شوف فنجان القهوة بتاعي. وبعد ما شبت فنجان القهوة بتاعي قلت بقى ايه? اشوف اللي وراي ايه? بيبقى اني البست اخدر. وكده يعني قلت عمل لكم بالاخدر ورق عناب اخدر. صباحكم عسل. المهم صباحكم عسل. ايه العباية دي كان من عند مين يا نشوة? كانت من عند ميسك ستور. تمام? من عند ميسك ستور. كانت بيمتنوا خمسين او تلتمة جنيه. المهم هنعمل ايه الوقتي? هنعندي شوية ورق عناب. هنخش نشوفهم ونزبطهم وعندرتين جامد جامد جامد. في القوضة بتاعت دي. شايفينها عاملة ازاي? دي العباية اللي انا كنت ايسا مغيرها. يدوبة انا شبت في انجان القهوة. انا قلت اطلع لكم كده من كام اتجاه يعني بحيس ان انا عرفكم ان انا صرفها ومكلفة وعندي مراية هنا. ومراية هنا. لأ وبعدين مراية ايه? مش اي مراية. الرجل بتاع المرايات جاب لي مراية غالية. ليه عمل حاجب? الله اصلا هي جريش. من جريش اوكسن دي حاجة حلوة. لو انتو شايفين اني وحشة يبقى جريش وحشة. مش فيها. لأ انا حلوة. يعني بصو عايز اقول لكم انا كاناش وحلوة. لكن عف المراية. لو هي المراية حلوة يبقى الجريش لحاجة زي الفل وانا هنصحكم من موقعي اللي ما عندوش مراية جريش يجيب مراية جريش. لقيتوا لي شكل وحش? اعرفوا ان جريش دي محدش يستعملها تاني. قوة جريش دي يكون حد منتج وفي الاخر يرفع علي قضية. ما ما علينا يعني. ولكن قلت حاجة. سباحكم عس الخضرة. في حد بيتكلم برا. قلبت السبح الخضرة مع العباية الخضرة كده بقى ونبدأ روتين جامد بقى وعبايات بقى واسا. انا هفترار غي لحد ما نخلص. تعالوا بقى النوح فين ايه? نعمل الروتين اللي انا اعطيكو عليه. وبصوا انا هحكي لكم حكاية وراء العنب. يا صباح الخير. يا صباح العاصر. يا صباح العاصر. حاضرتك عامل ايه? الحمد لله. عارف حاضرتك انا كنت في المدرسة ولاقيتك ان انت اتفصلت من المدرسة. بجد. والله اتفصل. انا عارف. عارف انك اتفصلت من المدرسة? طب وده عادي صح? الفصل بتاع كله. اتفصل بتاع كله. طب هم عايزين من ابوك ربا ومج ينوي ابوك يروح عشان يرجع لك اعدة قيد تالت. اعدة قيد للمرة التالتة. اكسم بالله ابوك هينفخنا كلنا. والنعمة ابوك هينفخنا كلنا. وهنبقى كلنا منفخين. تكل على الله وقول لابوك الخبر الحلو ده كده على الصبح يخلها اصطباحة زي الفل كده شبه وشك. ونشوف احنا هنعدل ايام السودة دي على خير. وانت كمان عد عليك كمان ده مقدمنا الاخبار الحلوة يعني. انا بحب افضحك على الهوة يا خبالك. عد عليك جزء امتحانات ما امتحانتهمش. وحددك نامت العسل جوا في القضة بتاعتك بتلعب بابجي. اقول ايه? اقول ايه? اقول ايه? انا تعبت اولا. والنعمة المدرسين ناردة في المدرسة بيقولولي هو لو هو يعني معقول يعني انا هسكوت عشان انا ايه? احنا على الهوة مباشرة ومش هنزعل حد. المهم يعني بصوا يا بنات. انا كنت والله العظيم بدون مبالغة. والله بدون مبالغة من قبل العيد يجيب بسبوع. جايبة ورق عنب وسبته في الكيسة السودة دي. في التلاجة اللي كانت فوق. ولا عارف عنه حاجة ولا عدت فاكرية. امبرح بفتح التلاجة جيب فيها حاجة لقيت الورق العنب بس سبحان الله. لقيته لسه زي الفل اخدر مورور كده. قلت والله يا بيت يا نشو انت ربنا بيحبك ورزقك. ان ربنا بيحافظك على الحاجة. فانا ايه? ورق العنب ده النهاردة هنعمل منه حلة صغيرة. وهنعمل ايه بقى معاه معرفش? مش عارف عندي ايه حاجة في التلاجة عاملها معاه ايه? المهم يعني هننقذ ما يمكن انقاذه. ونعمل ورق العنب ده. والباقي هنلفه كده في كياس ونخسره غسلة حلوة ونحطه في الفريزة بدل ما يعدم حرام. كنت جايبة كيلو وانا بشتري حاجة العيد. ده كلام ده بلعيد بسبوع. آآ كنت جايبة كيلو خمسة وعشرين جنيه. معرفش الكلام ده بقى النهار ده بقى كيلو ده بخمسة وعشرين جنيه. وعلى فكرة الشنطة دي كلها كيلو. فاحنا هنحاول نشوف ايه اللي باص منها وايه اللي ما باص. بس بالصالة على النبي كده بالصالة على النبي ما شاء الله شكلها زي الفل اهي. رزقي والله يا العظيم انا متوقع ان انا هلاقيها زي الفل كده. والله ما كنت متوقعة. هنحاول بس نغسله غسلة حلوة ونعينه في الكياس كده ونشوف هنستعمله ازاي. يلا بقى اضغطي لايك الفيديو وتعالي عايش معنا اليوم. نسمي بالله ونصلى على النبي. ببصوا هي دي طريقة تخزين ورق العنب اللي انا بعملها بقالي كده سنة ومريحاني. انا بجيب ورق اللي هو بتاعنا. انا هنا حتى الدرج ده برضو بقولوك كل التفاصيل. دي نارضي يعتبر اول روتين حلو. يعني روتين بقى شغلي بجد في المطبخ الجديد. ده ورق في الدرج اللي تحت الفرن كده تاني. درجة على طول بحط فيه الورق الفوق. انا عايزاكم تبقى حافظيني الاماكن بقى عشان اللي يجي يزورني فيكو. يا ربا ما كان الاشياء. بص ورق العنب كده بفرده بشيل منه العود بتاعه. وبعدين اللفه في ورق الاستريتش وحطه. انا بس ايه وانا شغالة كده اقول تولى على على حالة مية وحطيت المايكرويف على الفرخة لسه مجمدة تسيح. حاجة كده في الزرار بيسيح يعني بيدوي بالتالج. هو المايكرويف ده فيه كزا ميزة النهاردة هنستعمله في كزا ميزة ونشوف برضو الاخبار بتاعه. انا يعني كتجربة. حتى لو مش هنستخدمها على طول كتجربة. انا حطيت الفرخة اولا انا مش مستعجلة على انها تفك. بس انا بحطها كتجربة. عايزين نشوف الاستخدامات. نجرب الاستخدامات بس. ولعت على حالة مية كده عشان حط فيها ورق العنب اللي انا هاكله النهاردة. والباقي بلفه في الستريتش كده وانانو بتساعدني على تتقطف معي الورق اللي العود ده بتاع عود العنب. وبنحط الورق كده فوق بعضه. ونحطه في الستريتش كده زي ما انتم شايفين بافردها وقوم حطها ولفها يمين وش مال. ولفها كده كورة خالص كده اهو. مفيش اسهل من كده وترميها في الفريزر هتطلعيها هتلاقيها زي الفل. في اي وقت انت عايزها. ورق العنب بدأ يرخص. والحق هو بقى اللي عايز يخزن يخزن. والعايز يعمل يعمل. مش شرط انك تجيبك المية مرة واحدة وتخزنيها لو الظروف بتاعتك ما اسمحتش. ما اسمحتش. لأ ممكن انت جبت كيلو وطبعا الكيلو هيبقى مسلا كتير عليك انت ولادك او كده. او لو انت مسلا بتاكت كيلو هتكله نص نص كيلو كل مرة لو هتعاني كيس في كيس. هيبقى ايه حلو يعني في الفريزر. اخد بالي كورة العنب ما ببقاش موجودش في الموسم كتير. يعني هو حبه وهينتهي تاني. في ايه الحقيق بقى. هنم كده انا بكده من ال��iliya جا ما انتوا شايفينه بلفها. انا عينت ما شاء الله. ايه اكلتين. لان انا كمان اللي هتبعيني. دلوقتي هاتي قاة تلاقي الاكل بتاعنا. بدأ يقل. بقنا بنتبخ عن قد. ممكن تكون مشاهدت حتى الاكل ماناش وهو مش القوي بس مش مشكلة المهم من احنا ناكل على قد مدير مش اكله ويه كمان ما ناكلش كتير الدرج البصل اللي هو في الدرج الاخير اللي هو في في البار اللي انا عاملة ده حتى فيه درج الخضار جبت كده تلات بصلات وحطتهم في الكيس وقعدت غزلت البصل وجبت الهند بلندر ده اللي احنا كنا جايبين بربع مجيني عايزين نجربه مع بعض النهاردة بصو انا عملته في البصل هو ما اخدش معي كمية البصل كلها مرة واحدة اخد كمية تلات بصلات على مرتين اخدهم بس ما اتفرموش كلهم اللي لقى سمتهم على مرتين ورق العنب خلاص انا قدت سهل الاب مية وحبة كمون ولو عادت حطي ورق لموناية ورق لو عادت حطي في نفس الحلة شطفتها وحطت فيها شوية زيت وهننزل عليها بالبصل اللي انا عملته هعمل نص كمية البصل للمحش لانا انا عامل محش حلة صغيرة والدرج الكبير ده اللي انا بحط فيه الثواني والبالش اللي هم يعني القطاع والحاجات اللي انا بقطع عليها الطماطب ده انا كنت حطها في التلاجة وحط عليها منديل من فوق ومنديل من تحت عشان يشير الرتوبة طلعت كده كم طماطمية بحطها مش مخسولة الخدار ما بحطوش مخسول بطلعه واخسله عشان لما بتحطيه مخسول في التلاجة بيقلل من مدة الحفز بتاعه دي علب التوم انا لسه مطلعة جديدة كنت انا مفرزة توم كزا علبة خلصنا علبة دي العلبة التانية بصوا ابيض بفتة شامعة الزيت والما موجود في الفريزر زي الفل ده برضو فلفل احمر وفلفل اخدر كنت انا بجرب بالكابة اول ما اجبتها اطحمت فلفلتين فعنتهم في التلاجة كده معايا نزلت مع البصلة بحب التوم حب تفلفل حامي على بصلة المحشي كده انا بشغل الشفاط عايز اقول لكم الشفاط ده عايز فيديو لوحده حكاية 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 النهاردة يمكن شوية روفيوهات كده على الاجهزة اللي عندي منها الشفاط منتهى الجمال منتهى الجمال فظيع 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 بجد يعني من احلى الشفاطات اساسا يعني ما بتخرجش اي ريحة اكبر حاجة حلوة في المطبخ عندي والله يبقى امانت ربنا احلى حاجة حلوة في المطبخ اللي عندي بلندر بها قلت بمجرة فيه التماطم هو حلو جميل بس الدورة بتاع التماطم صغير شوية بس عملتها على مرتين يعني انا عملت التماطم كده على مرتين اول مرة عملتها هون زلت كده بالتماطم على البصلة بالتومة بطريقة المحش العادية بتاعتنا والهند بلندر ده ممكن ما تستخدم مش للتماطم يعني التماطم عندنا الخلاط بصوا انا كده شغلت اهو الدورة تاني في لندبلندر الشفطة ان قصد ما بيخرجش الدخان بره قصد يعني اي دخان اي حاجة بيخرجها بره البيت ده اللي انا عايز اقوله طبعا عملنا كده التماطم عملنا البصلة وحطينا عليها التومة وحطينا عليها قرنفلف الحامي وانزلنا عليها للتماطم تسبك بس يسا حطلها بس شوية ملح ملح الهمالية كل مرة احكيلكو عليه حلوة اوي 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 بصوا كده خلاص الفرخة فكت في خلالة لان زبطته على اللي هو بيفك بتزبطي كم كيلو دي كيلو ونص زبطته على كيلو ونص اخدت اتنين وتلاتين دقيقة بالزبط وبعدين حطيتها في الحوت عشان نغسلها وملح الهمالية ده بنزله على التسبيكة تسبك بقى مع نفسها وكون انا غسلت الفرخ غسلة حلوة وعملتها بملح وزبطتها وغسلتها زي الفل باشل بس الجناح اي حاجة كده بزبطها وتخسي الفرخ غسلة حلوة وبعدين احطها ننتبلها تدبيلة برضو هتعجبنا وكده بس بعد ما تخسيليها وتنقعيها وتخليها زي الفل هي فرخة زغنتوتة انا عارفة بس هقدت الغرض واليوم عدى والله وكان الاكل كتير وفاض وكان زي الفل خلاص غسلنا الفرخة ونقعناها وزبطناها نعمل بقى التدبيلة بتاعتها انا جبت صانية الزغنتوتة الزانية البيريكس بصوا انا يعني عشان مش هريفة ميكرويف فعايز اقول لكم ان الميكرويف ده في استخدام فرن بيسوي الاكل الميكرويف ده النوع بتاعي اللي هو ترنيدو بيسوي الاكل انا هنجرب ان احنا نسوي في الاكل انا هتطفق دي بورات فراخ جبتها كده من الدرج على ملح وفلفل وحبت شطة وحبت كمون ونزلت عليها بورات فراخ ومعلقة صلصة وحبت بصل كده مفروم من اللي احنا كنا فارمينه يعني اسهل تدبيلة للفراخ ممكن تدبيلية عايز احط في الارضية بتاعتها بطاة صايا جزرايا ارنيفلفل اخدر طمط ماي اللي عندك حطيه كده كده ده لو انت تبقى شوية ترز معاه هيغمسوها وتبقى حلوة انا بقى ما كانش عام ترز غمسناها بالعيش فرجوا على الاكل مع نشو على الاكل اللي انا عاملاه النهاردة بأمانة ربنا يعني عرائي عالي ونشو عادت الى المطبخ بجد بجد جميل جميل كان اكل حلو قوي 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 عمال كده كان امير عايز انا كنت عايز تبقى الفراخ بايدي فقلت يعني ايه عشان تبتبوه لقى انا شو هلبسي جوانتي فانا في العادي ما بحبش هلبسه بس بعدت اميري جيبلي جوانتات كده من تحت الصيدلية جنب البيت عشان اتبقى معاكل فراخ مع ان انا يعني بصراحة انا ما باستخدمش جوانتي في البيت بس بدام انتو كتبتولي كم كومنت هحاول ان انا عاملها بس ما وعدكوش هيبقى دايما يعني المهم الحاجة بتاعت الكابة الحاجات دي كلها بشطفها كده عمال ما امير كان يجيبلي لمون ويجيبلي حاجات من تحت فقلت اشطفهم معاكو وانا وقفى بالمرة عشان ما يبقاش ايه ورايا حاجة الحلفية دي عملية حلوة جميلة هي وطية شوية لتحت بس بقى على الاستمرار وبعد ما ما تستخدميها هتغذي عليها خلاص امير بقى جابلي الجوانت تلبستوه وقعدت اتبقى الفراخ كده زمانتو تشايفين ببصل وملح وفلفل وكمون وبهرات فراخ ومعلاقة صلصة بس ما حطتش حاجة غير كده الخضار بقى بقيت التدبيلة هقلف فيها الخضار اللي هي بططايا كسايا فلفلايا جزرايا اللي عندك حطيه عملتهم كده قلبت كل البهرات من بعد ونزلت عليها الفرخة بحبة البهرات ما حطتش مياه ما حطتش اي حاجة خالص هنجيب بقى الفراخ كده واندخلها في المايكرويف اللي هو بيسوي الاكل ده الطبق اللي بتحطي كده في المايكرويف هنزبط بقى بصوا ده برنامج كده ممكن لو انتو انا غدا بدأت افهم فيه يعني برنامج كده بتجيبي هو عاملك قايمة كده لو انت عايزة البطاطس عايزة تحطي بيتزا تسوي فراخ تسوي لحمة الفراخ عندي على رقم تسعة بجيب ا حرف ال ا ال ا ونحط كده على التسعة ده كنت انا عايزة ازبط الارقام بص ا واحد اتنين تلاتة لحد ما زبطتها على التسعة وعملت ستارت وبعدين تزبطي بقى الوزن اللي انت عايزة الفرخة دي كيلو ونص فهزبطها على كيلو ونص هتعود معايا تلاتين دقيقة بالزبط خلاص زبطتها كده على سوى الفراخ هنا علبة الرز ده الدور ده الدورفة البوكوليات بتاعتي والحاجات والسمنة والحاجات دي جبت كده حوالي مثلا المعيار ده ربع كباية وجبت حوالي تلاتة اربعة كيلو رز وعمت بقى غسلتهم عشان كده تسبكت المحشي كانت هتخلص انا بجيب لكم تفاصيل تفاصيل بالزبط ده الروتيني الطبيعي بتاعي من غير اي قص ومن غير اي حاجة وجبت كده البلدة عشان نخسل معانا الخضرة ده انا جاي بقى جبت بخمسة جنيه خضرة للمحشي طلعت كتير هعمل نصها والبقى عينها في علبة في التلاجة انا ما بخسلش الحاجات دي قبل ما بحطها في التلاجة بتقلل مدة الحفز بتاعها وكل واحد برضو وليه طريقة في التغزين وحكته يعني ربعا كل واحدة وليها مريحة لها انا بنضف بس الخضرة كده بقى انا اخدها اخسلها بس بنضفها كده من اي حاجة وانا بقى اتطحها اي ورقة دبلانة ورقة متغيرة مش عارفة ايه لونها اصفر تحاول تشيلها كده عشان يبقى الخضرة بتاعتك كده مرعرع معاك وزي الفل اهو شلتها واخدها بقى كده عند الخوط اخسلها غسلة حلوة ولو تنقعها في شوية تخلي المدة دقيقتين تلاتة هتبقى معاك برضو زي الفل اهو بصوا كده بخسلها اخسلها بقى وارجع لكم رجعنا تاني غسلناها وزبطناها علمي بس الحاجات دي كده ابص اول باول لو انت هتلاحظي النهار ده اول روتين في المطبخ طبعا الغربال الجديد اللي شامنا زي ما بيقوله فعايزين اول باول ننضف حوالينا عشان لما نخلص نلاقي الدنيا معاك زي الفل والمطبخ دايما دايما يكون نضيف حواليك حتى وانت بتطبخي محشي وفراخ ولحمة ومش عارف ايه يبقى برضو المطبخ معاك زي الفل يعني نضيف معاك ومريحك في الوقف انا خرطت كده الخضرة وهسيبها على جنبها وانا خلاص غسلت الرز وسبته على جنبه وكده كده التسبيكة بتتسبك اهو هجيب بس ده ده نعناع كده ان كنت حطاه جنبي فبدأت ايه ان انا لم منه كم ورقة نعناع المحشي في النعناع حلوة قوي محدش يقولي لا انا منحبش نحط انا بحب يحط في المحشي نعناع ورقتين كده نعناع احلى احساس كده اما تكوني عندك زرعة كده اخضر وتقطفي منه ورقتين يا لهو على الاحساس والله انا ده الوردة النعناع ده كمان فيه وردة رونها بمبي بس ده بلد بقى خلاص التسبيكة خلصت معانا انا بحط كده اي حاجة تحت الحل السخن عشان الرخامة انا بعمل الرخامة دي يعني معاملة خاصة شوية عشان ايه ابقى محافظة عليها نزلت كده بالرز والخضرة على التسبيكة اللي احنا مسبكينها وانا هحط الاستهقلب لسه التسبيكة في الطبق ده فحط البهرات بتاعت المحشي دي بهرات محشي انا جايبها من عند المعطار بحط منها معلقتين كنت جايبها من عطارة باب الحارب وحبة كمون حبة فلفل اسود حبة شطة انا عندي مطحنة للفلفل الاسود ونفسي في مطحنة بصراحة للفلفل الاسود زي بتاعت الملح بس ملقتش عندي مطحنة كده عاملة صغيرة كده ما عجبتنيش فعايزة مطحنة للفلفل الاسود نزلت كده مطحنة اللي هي اليدة واللي انت بتعمليها بيدك نزلت بالتسبيكة على الرز والخضرة هقلبهم بقى تقليبا مع بعض وهنقعد نحشي بقى مع بعض المحشي واحنا واقفين الرخامة كده كده انا عارفة ان الحاجات دي يعني عشان لسه موضوع جديد علينا فمحافظين شوية يارب نفضل مستمرين على هذا النظام ويبقاش الغربال الجديد لشنة وازا ما بيقوله ولا ليه شدة ونفضل محافظين على النظافة دي يدعو لي بقى المهم خلاص بقى هاعد كده مع نفسي احشي زي ما انتوا شايفين انا كده كده كنت عايز احشي على الحل على طول بس امير ما كانتش جاب لي لمون فقلت احشي وحطهم جنبي لما خلص الحشو كله ابقى احطهم ارصوم في الحل بصوا محشي ورق العنب سهل وسريع وزغنطوت وما بملوش رز قوي عشان يفضل محافظ على شكله بص يا اهو زغنطوت زغنطوت كده زي ما انتوا شايفين كده امير جاب لي اللمون وانا خلصت محشي ورق العنب كله نزلت ببصلايا وفلفلايا وحطيت كده اللمون اللي متقطع حلقات انا لازم احط في ورق العنب لمون في ناس تقولك اصلا ورق العنب مش محتاج بس لأ انا ولادي نعشقه باللمون رصيت كده المحشي بقى زي ما انتوا شايفين هرص ورق العنب كله وكنت حش كمان فلفلتين هحطهم في النصق امير بيحب الفلفلا الخضرة بتدي طعم حلو للأكل وبتدي طعم حلو ورحة حلوة للمحشي ده هما فلفلتين زغنطوتين كده وهلفوا حواليهم المحشي بصوا هتقول الحل يا نشوة دي صغيرة دي هتقضيكو احنا خلاص بدأنا نتغير كده من ضمن التغيرات مش هنطبق اكل كتير نطبق اكل على قد والله يا العزيم وفضلت عقل عشان يعني الحلة دي انا عملت معها كمان طبق منبار محترم لان الخلطة كانت كتير قمت مطلعة منبار من لانا كنت مفرزة في الفريزر وايه وهعمله معها ده ديبس الرمان اهو زي ما انتوا شايفين هحط كده مع لقص غنطوتة من ديبس الرمان على الوش وخلاص ما عنديش شربة معلقة مرأة دجاج مرأة مرأة عادية بودرة مرأة بودرة وهنولع كده على حلة تانية نحط فيها شوية مية عشان نسلق فيها المنبار المنبار بس هحطوه المية عمال ما نكون حشيته هيكون غيلة معانا المية سخونت معانا يبقى احنا ولقنا على المحشي وتعالوا بقى نقعد نحشي مع بعض المنبار المنبار زي ما انتوا شايفين كده بحشيه طبعا حشيته معاكو كم مرة ما بنسكموش قوي يعني ما بنملهوش قوي عشان ما يفرقعش معاك يعني عمر في حياتي ما عملتوا المنبار بصراحة وفرقع معايا فانت ده بقى عشان انت ما تملهوش قوي خلاص حشينا المنبار هنحط بقى في المية بتاعت السليق المنبار ايه شوية ملح اكيدناها شربة عادية في ناس على فكرة بتحب شربة المنبار بس انا يعني مش ما بحبهاش مقصيش شربتها يعني فصين كده حبهان ورق لورا يرفع خشب كبابة صيني اللي انت عايزاها اكيدناها شربة عادية خالص لان المنبار بياخد الطعم وحبيتين فلفل اسود حامي فلفل اسود سليم ونزلت كده بالمنبار انا بمشي ايدي عليه كده عشان ما يبقاش في رز عشان ما يعجنش معاكي اه بصي بمسحه كده منبارة بايدي التانية خلاص اه خلصت كده كميته المنبار اول ما بتحطي بيقفل على طول على ايه على عليه من فوقه من تحت فما بيخرجش معاكي ده رز ولا حاجة كل حاجة بقى بمنديل كده معاكي وتلف فيها وتعنيها في مكانها والحاجة كده نحطها مكانها كده نعتبر احنا خلصنا الاكل المولعين عليه الفراغ في الفرن في المايكرورويف والمحشي والمنبار على النار كده خلاص خلصنا الغده نوضب بقى الحتة اللي احنا فيها اي حاجة مسكتها بايدك تمسحها بمنديل ونرجحها مكانها علشان طبعا ايدنا بقى مكانها بوهرات مكانها تدبيلة مكانها حاجات مندي تبقى نظيفة عندي الخضرة دي كده زمهية حطتها في العلبة بتاعتها التلاجة وحطت تحتها منديل وفوقها منديل كده يبطل محافظة معاكي اكتر من اسبوعين والله هنشوفها مع بعض وهنشوف دي علبة كده فيها بيت زاية كده محشية فراخ هنسخنها مع بعض دلوقتي مسحت بقى الرخامة كده بسلكة لا مش بسلكة دلوقتي انا لميت العكي كده اول بسلكة هو بالصابون والسلكة والسفنجة مش بالسلكة بسفنجة كده والصابون ودعكة الرخامة اول ما خلصت الاكل على الطول عشان ما يكومش علي حاجات في المطبخ وتبقى يعني ايه تبقى بعدين بقى تقيلة وحبلة تقيل ومش عارفة ايه وكده فيعني ايه قلنا نحافظ واحدة واحدة على الحاجة وبعد ما مسحتها بالسبونشة كده بفوطة نشفة وتلمعيها وتخليها زي الفل تلاقيها دايما معيتي وكده المطبخ لو انت بصتو حواليك والمطبخ كله مفيش في اي حاجة كل حاجة في مكانها مفيش الا الحلل اللي على النار ومما نخلص هنغسلها على طول وبالفوطة كده نشفنا باقي زي الفل الدنيا كده حوالينا زي الفل اه بتاعت الفاكهة دي انا حطها فوق مالهاش اي لازمة بصراحة انا ندمت ان انا اشتريتها طبق الفاكهة دا يعني اكيد مش هنحط الفاكهة على الرخامة كده يعني مش عارفة بصونا ببصة على الفاكهة لقيتها لستالها ثواني عمال ما الفاكهة بقى تخلص والمحش يكون استوى دخلت المطبخ الزغير والحمام الزغير المطبخ الزغير في حطة في قيل ان انتو سألتون كتير التلاجة والدف فريزر والغستالة دا في المطبخ اللي في قدت اللي في شقة العيال والحمام هما كلهم بقوا شقة واحدة يعني بس دا المطبخ الزغير والحمام الزغير ما اقدرش ان انا اشتلت طبق الكبير دا بصراحة فانا ديت على امير يشتلهولي ودخلت بقى على المنظر والطبيعة والجمال والاخضر دا وحاجة بقى تفتح النفس عندي هنا شوية هدوم هلمها الميليات وانا بطبقها في البلكونة نازم يعني وانا بلم الميليات اطبقها ما بطبقش الهدوم في البلكونة انا بطبق الهدوم في الاوضة الميليات الوحيدة اللي انا بطبقها في البلكونة وانا كده على الحبل بتبقى ايه المليات مسامحة ان انا طبقها وانا مرتاحة وانا بتطبق كده كنت هخش اعمل معاك بروتين قدت النوم بس للأسف انا وانا بخلص وانا بعد ما خلصت الغداء لقيت ابراهيم وابراهيم خطيب ندين تسرب بيه تعالي عشان ننقل سراميك بتاع شاقة ندين وكده فانا سيبت كل حاجة مكانها وانزلت بقى نقل سراميك ده الكلام ده بعد الغداء فقلت بقى بكرة هنعمل مع بعض ايه الهدوم دي بقى وتطبيق الهدوم ويعني ايه روتين برض بجامد ان شاء الله ربنا يا رب كده يحلي ايامكم ويعجبكم فيديوهاتي وتتغطوا لايكات لان انت بتنسوا وتتغطوا لايك يعني احنا شوفوا وصلنا لاخر الفيديو وانت لسه متغطيش لايك ازعل اهون عليك ازعل ومش عايفة اشكركوا ازاي عالتريند بتاعي مبيرح ربنا يخليكم ليه ولا يحلمني منكم ابدا ربنا يحلي ايامكم بصوا بقى عدت كده انشر بقية الهدوم وهنلمها بكرة ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بكرة وهنطبق الهدوم اللي احنا لما نها بكرة وانعين كل حاجة في مكانها وهنصبت الدنيا ان شاء الله بكرة لان انا جيت بقى من بعد مشوار السراميك والتنقية والمشوار ده جيت مع عمدش اي حاجة جيت نيمت على طول يدب ايه غسلتك كم طبق ونيمت على طول فانستنى فيديو روتين جامت بكرة وكمان الفيديو طالع عليكم وبصوا المنظر الاخدر والعصفير حاجة كده تفتح النفس يعني انا بحب اقف انشر قوي قوي في المنظر ده انت لو ما كاني هتبقى نفسك تقفي تنشر وتلمي الغسيل خلاص بقى كده نشرنا ولمينا الغسيل وعند المشابك تعالوا بقى نخش نغرف بقى الاكل قبل ما نغرف الاكل بس هنجيب طاصة ونحمر المنبارعة السريع حابة زيت في الطاصة وانا دي ازاياتة بقى فاها حابة زيت زغنطفين للاكل لكن يكون هقلي بطلع من ازاياتة زيتة نفسها خلاص كده نطلعنا المنبارعة بيتحمر على طول من الحل على الطاصة عشان ما تعكيش البوتاجاز بصوا بقى المنبارعة حلوة تطالع لونه تحفى 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 فيه ناس بتحمروا بسمنة انا بحمروا بزيت وبيطلع لونه زي ما انتم شايفينه تحفى مش محتاج سمنة ولا اي حاجة هو حابة زيته خلاص انا بغط كده عشان التشتشة بتاعت الزيت ما تعكيش البوتاجاز يعني والبهدر الدنيا قطعت كده منبارية عشان احطها كده زي بمحلات المصمط يبقوا متقطع كده جنب بقيت المنبار بس كانت مليانة رز بقى وتعمام شط شط وكان يستاهل بقى عند البداية اللي محشية فراخ دي اللي انا كنت جايبينها مبيرح كده هو دي عجينة محشية فراخ وبجمان دخلتها المايكروفي سخانة وامريكا بيسورني والمحشي خلاص طلع واقعدنا كده بقى على التربيزة نحط التربيزة كده في المطبخ ساعة الاكل نقعد ناكل بقى منها انا والعيال واقعدنا اكلنا المحشي والفراخ طلعت من مايكروفي جميلة حلوة قوي حتى لو مش هنستخدمها كتير بس بصراحة جميل 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 اضغطي لايك بقى وتصبحوا على خير ويلا نتقابل بكرة في فيديو جديد باي باي